نقطة مهمة جاء بها إذن برنامج مخطط عمل الحكومة وهي تنظيم مهرجنات في قطاع السينما السينمائي والسمعي البصري للحديث حول هذا الموضوع مشاهدين سعد باستضافة كل من عبد الحميد بوحالة المكلف بالإعلام لدى مهرجنات عديدة سابقا نهلا بك معنا صباح الخير زميلتي فريال صباح الخير ساميرا جمعة مباركة لكم ولكل مشاهدي تلفزيون المهار شكرا لك يحضر معي كذلك سيد عيسام تعشيت وهو محافظ مهرجان إمد غاسن السينمائي مرحبا بك معنا سلمك شكرا على السيدة فواياتكم صحة الله يعيشك شكرا لك طيب بداية مهرجانات غائبة والحجة كورونا في الحقيقة خاطئ من يقومين يعتقد أن المهرجانات غائبة بحكم كورونا نحن أنا كمدير إعلام مهرجان إمد غاسن السينمائي والسيد المحافظ بجانبي نضمنا مهرجان إمد غاسن السينمائي في طبعاته الأولى السنة الماضية في مارس ببروتوكول صحي ولم تكن هناك ولا إصابة وكانت طبعات الأولى ناجحة من جميع الأصعيدة وبشهادة كل ضيوف المهرجان وعلى رأسهم المخرج القدير أحمد راشدي الذي تحدث وتحدث كل الناس عن هذا المهرجان ونجاحه بأقل التكاليف فبالتالي أنه نعم هنا كانت ظروف استثنائية مرت بها الجزائر بعد الحراك كانت جمهورية جديدة نعم إحنا استبشرنا خيرا وبالتالي كانت فكرة أننا ننظم المهرجان ونظمنا المهرجان والحمد لله رب العالمين شهادة الميلاد مهرجان إمد غاسن السينمائي على كل لسان فبالتالي زميلتي فريال أنه لا نمسح الموس في الحراك وكورونا فقط هناك أسباب أخرى أعتقد أنها ليست موضوعية في تأجيل جميع المهرجانات إلى أجل غير مسمى ونسنا ندري متى مع أنه كما قلت في برنامج الحكومة والمخطط الحكومة الجديدة الذي عرض على المجلس الشعبي الوطني هناك فكرة الصناعة السينماتوغرافية كتجارة وكصناعة أنه المشروع بدأ من المفروض بعد التسائل المصادقة على البرنامج من المفروض أنه يبدأ في التنفيذ هذه الصناعة السينماتوغرافية ولكن أعتقد أن الوصارة الوصية هي السبب أولا في تحريك هذا الملف على كل حال بحكم أنه في المخطط 200 قاعد سينما تابعة البلديات من فروض التحول إلى وزارة التقافة لتوزيع المؤسسات والدواوين التابعة للوصاية لتحريك هذا المشروع هي من بين أسباب نعود نروح نعود نقول لك سيد بوحلو نتحدث على أسباب أخرى الخفية اللي وراء كل هذا طيب سيد عيسى ما تعشيت أنت نموذج من شباب اللي كنت من بين منظمين مؤسس كذلك نعم ومهرجان يمضغسن السينمائي ويعني رهنتم في أقامة المهرجان في عز الكورونا طيب ما الذي ينقص اليوم عكو تقولوا باللي المهرجان كان ليس هذا إيجابي على الصعيد السينمائي والثقافي في الجزائر ما الذي ينقص اليوم لإقامة مثل هذه المهرجانات خاصة أننا اليوم يعني مزان ما خرجناش مئة بالمئة من يعني كباقي الدول من هذه الأزمة صراحة قبل هذا نحب أن نقول حاجة أنه نحن كمحافظة نفتخر لأنه قمنا بمهرجان في عز الكورونا في وقت بلك ولا مهرجان كان ولا مهرجان سينمائي كان موجود في هذا العمين لمر علينا نحن نفتخر كمحافظة لأنه قمنا بهذا الإنجاز بأموال قليلة جدا يعني إحنا هذا المهرجان وقفنا عليه وعملنا ولكن ما لقيناش يد العون لتعاوننا وتمدلنا يد العون باش نقدرون طيب يد العون هذه يعني حابة نعرف شكون هما باش كون رسالة مباشرة يعني ليهم يد العون احنا شوفي احنا من نسنوش وزار الثقافة فقط يلي الدعم احنا كمحافظة ولا كشباب ولا من لهموش فقط وزار الثقافة انه ما دعمتش ولا ما اعطاتش ولكن كل تضافر كل جهود من شركات خاصة من مدعيمين من هذو الناس كامل يهمهم هذا المهرجان يعني هو مهرجان بوكو بلي صراح اقتصاديا سياحيا احنا نحبوا نخرجوا السياحة في الأفق لكن صراحة احنا ننسنوا من المدعيمين مدعيمين هما نعطيك مثال على مهرجان القونا اللي قاموا شخص مستثمر قام بهذا المهرجان الكامل ونجح صراحة في انجاز هذا المهرجان للترويج للسياحة في منطقته ولا في منتجاته السياحية وفي بلده احنا نسنوا من المستثمرين ايضا يقفوا معنا ويقفوا معنا ويمدونا يدلعون باش نقدروا نديروا هذا المهرجان اكيد اكيد انت كنت تحدثت على نقطة مهمة جدا هي السياحة والترويج للسياحة اللي موجود طبعا في البرنامج الجديد مخطط الحكومي البرنامج الجديد هو ترويج السياحة الجزائرية عبر الثقافة عبر القطاع الثقافي طيب ما هي ربما الاليات اللي يجب ان تقوم بها يعني رواد القطاع الثقافي للنهوض كذلك بالسياحة الجزائرية احنا كيقولوا السينما ولا الثقافة السينما يعاونوا ودعموا الثقافة باش نخرجوا السياحة ان شاء الله الافق اكيد نعم انا سمحي لي اختي فريان احنا في الطبعة الاولى اللي نظمناها السنة الفاضية من المهرجان ايمدغاسن السينماي ان قناة واحدة عربية كانت معتمدة لتقطية المهرجان ما روجته للسياحة الجزائرية وللمواقع الاتارية الموجودة في المنطقة يعني يغنينا عن جميع ما حدث في السنوات الماضية من الترويج الذي لم يأتي اكله لكن احنا في مهرجان ايمدغاسن السينماي ليس للسينما فقط حضور ولكن كما قلت وكما قال عيصان ان الترويج السياحي يبدأ من هذا المهرجان وهذا المهرجان اللي روج للسياحة والاثار الرومانية الموجودة في المنطقة من خلال تيمغاد ايمدغاسن وشرفات الغوفي يعني كانت بطاقة تعريف فعلا لما تظهر به الجزائر اكيد وحتى المهرجانات استسمحك سيد بوحالا حتى المهرجانات تحتاج مثل هذه الاماكن المفتوحة طبعا احنا في البرنامج تعل ايمدغاسن السنة الماضية كانت في البرنامج زيارة جميع المواقع الاتارية الموجودة للوجوه الفنية والممثلين وضيوف الشرف لترويج بوسائل مخاصة بفيديوهات قصيرة على المناطق التي زاروها خاصة يعني في عصر موقع توصول الاجتماعي يعني مع فيديوهات قصيرة يعني نقدر نروج في هدف مثل هذه المهرجانات لسياحة الجزائرية طبعا الترويج ونجاح المهرجان الإعلامي يعود أيضا للأسرة الإعلامية التي رفقت المهرجان منذ الإعلان أيضا وسائل التواصل الاجتماعي على اليوتيوب وفيسبوك وتويثر الفيديوهات القصيرة لمجموعة من ضيوف المهرجان روجت للسياحة أكيد هذا سيحفز ضيوفنا بالطبع القادمة للمجيب بحكم أن بطاقة التعريف للمهرجان موجودة الآن من خلال هذا المواقع الأثارية وهذا المواقع الإلكترونية الموجودة فبالتالي أي ضيف الآن سنستدعوه لما يدخل على اليوتيوب ويشوف مهرجان إبنغاسل سينماي والمنطقة التي ينظم فيها أكيد سيلبي دعوة المحافظة بإذن الله نعم أكيد وهكذا نضرب عصفرين بحجر واحد أننا نروج للسياحة بطريقتنا الخاصة بوسائلنا الخاصة ومن خلال مهرجان إبنغاسل السينماي الذي في الحقيقة هو طبعة أولى لكن في الحقيقة ناجح بكل المقاييس في عز الكورونا ناجحها 100% أصبح فريال وأصبح هذا المهرجان نموذج يحتدى به في تنظيم التدهورات وهذا يشرفنا أننا نكون يكون مهرجان إبنغاسل مرجع لكل المهرجانات الموجودة في التنظيم وهذا شرف لنا في الحقيقة أكيد سيد بوحالة تتضمن أجندة مهرجانات والفنية والثقافية في الجزائر أكثر من 160 مهرجان إقليميا ودوليا أبرزها نذكرهم كامل باش تكون عندهم صورة نوضحوا صورة أكثر مهرجان تيمقاد مهرجان جميلة مهرجان وهران للفيلم العربي مهرجان عنبل في متوسطي مهرجان إيمدغاسل للسينمائي مهرجان الثقافي الوطني للموسيقى الأندلوسية وغيرها مهرجان مثلا بجاية الدولة للمصرح مهرجان المصرح المحترف وغيرها لأن الثقافة الجزائرية رهي متعددة وكذلك المجالات متعددة في المهرجانات أين هي هذه المهرجانات؟ بقية في المهرجانات فقط المهرجان فيلم الملتزم ومهرجان على ما أظن مهرجان دول الموسيقى السينفونية دول الموسيقى السينفونية هذا وشق مهرجان الثقافة مهرجان الثقافة فريال الحقيقة أنه بعد الحراك جاء حراك ثقافي أيضا الوزارة السابقة كما يعلم عيسى عزلت كل محافظين المهرجانات لعدة أسباب ما هو قضاء ما هو سوء تسيير وكذا وكذا فبالتالي لحد الآن باستثناء كما قلت المهرجان فيلم الملتزم اللي بقات سيدة زاهرة يحي على رأسه وعبد القادر على رأس مهرجان الدول للموسيقى السنفونية هذا المهرجان الناجح جدا أنا نشتغل فيه كمكلب بالإعلام في الحقيقة لست أدري ما هي الأسباب التي خلات الوزارة الوصية تؤجل المهرجان لثلاث سنوات متى تالية المشكلة سيدتي هي على المستوى الوزارة عزلت كل محافظين لمهرجانات ولم تعين لحد الآن أي محافظة على رأس أي محافظة من المهرجانات الموجودة كما قلت ولكن ما أعتقدش أن هذا الرقم للمهرجانات بقية لأنه كثير من المهرجانات لم يبقى لم يبقى 160 وهي مهرجانات ضخمة نعم حسب الوزارة وزارة الثقافة في عهد ميهوبية بقوا 73 مهرجان لأنه لغى مجموعة كبيرة من المهرجانات تقالك اللي أسباب مالية ربما نعم أسباب مالية أكزاكتما المهرجان إما تغسل السينما باش نفهم الجمهور أنه رأي مهرجان مستقل على خارج على وصاية الوزارة الثقافة بإمكانياتكم الخاصة هي رأي مهرجان تابع للتعاونية الثقافية اللمسة التعاونية معتمدة من طرف وزارة الثقافة نعم طيب أنت تحدثت على نقطة إقحام الخواص في مجال الفن الثقافي يعني طيب هل من الممكن أن نرى مهرجانات يعني جديدة لو يتم تنظيم أو إقحام مستثمرين خواص في هذا المجال هل ربما هذا هو السبب الرئيسي وفقط شوفي هو المهرجان ليس حكرا على وزارة الثقافة يعني مهرجان تسمية مهرجان ولا تأسيس تأسيس مهرجان ليس حكر على وزارة الثقافة فقط وإنما يقدروا جمعيات لأنه مهرجانات العالمية الدولية أراهم منظمين من طرف جمعيات بالمثال مهرجان كان أكاديمية التي تنظم الأوسكار هي أكاديمية التي منظمتها وهذا خارج الحكومة يعني نحن صراحة ما عود لي السؤال لأنني هل ربما ما هي العوامل المعرقلة من غير يعني مستثمرين خواص لكي ندخلهم في هذا المجال يعني من غير هذا المشكل يعني ما كانش مشاكل هو المشكل الأول والوحيد في التنظيم مهرجان هو الأموال باش تعمل مهرجان لازم تتكلم و باش تجيب أسماء كبيرة يجيوك للمهرجان و يديرو لك الترويج تاع المهرجان تاعك و تشوفوا أفلام كبيرة وهذا المهرجان يمد صادة لازم الأموال الأموال هي المشكل الوحيد في تنظيم مهرجان كنت تحدثت على نقطة نقطة مهمة هي أسماء يعني تديرو مهرجانات هل المهرجان يكون وطني ذو بعد وطني أم دولي سيد بوحالة هذه الأسماء يتم استقطابهم يعني دولي إذا كان يعني مهرجان ذات بعد دولي هل بقيت في الجزائر مهرجانات ذات أبعاد دولية أعتقد أنه من المفروض أن تبقى هذه المهرجانات الدولية قائمة لأن المهرجان الدولي رح يسوق للصورة الجزائر في المحافل الدولية بالتالي المهرجان اللي عنده تسمية دولية ونجح من قوسين كما مهرجان إمدغاس أو مهرجان الموسيقى السامفونية يبقى الاعتماد عليهم كمهرجانات دولية ضروري جدا للتقافة الجزائرية لكن المشكلة الآن اللي وقع فيه ودارة التقافة أنها تقريبا كل المهرجانات يما مؤجلة يما معلقة لكن الشعب الجزائري روحايب ربما يترفع على نفسه بعد ثلاث سنوات من انقطاع ربما عن الترفيه والسينما وغير ذلك شفناهم يتوجهوا إلى نتفليكس شفناهم يتوجهوا ربما مواقع عبر النات لكن أنا مرانيش هنا بش نقولك المهرجانات الافتراضية منتحج لكن ما نروح ما نكذبوش يعني ما نكذبوش عن الواقع المهرجانات الافتراضية ما نتحج مئة بالمئة يعني ما نكذبوش نروحو ومرايحل الفئة معينة رايحل الفئة معينة فقط الشعب الجزائري روحاي بيشوف مهرجانات على أرض الواقع أو حايب يترفعها لنفسه وش لازم يعني نحن نتمنى أن المسؤولين على الوزارة يشاهدوا في قناة النهار الآن هي رسالة منك ومنني ومن عصار إلى الوصاية المعنية أن تعيد النظر في هذا التعليق لمدة سنوات على ثلث سنوات لعديد المهرجانات ما قلت لك نظمي كل المهرجانات ولكن على الأقل نظمي المهرجانات المألوفة عند الجمهور الجزائري وإعادة هو شعب دواق يعني عندنا مهرجانات عديدة يمكن ربما لكل فئة من الجمهور الجزائري يحتاج إلى نوع من المجال ثقافي وحجة على الحراك والكورونا زالت الآن مع نسبة الخفاض في معدل إصابة بكورونا البلدان العربية كلها تحضر وتفتح تحضر مع نسبة التلقيح يعني آخر آخر مهرجان جارش في الأردن عن أقاريب سينطلق مهرجان الجونة مهرجان اسكنديرية كله يحضر وينظم ويرطب في البيت لتنظيم المهرج إلا في الجزائر مش يخصنا في الجزائر احنا بش نظمه مهرجانتنا المتعود عليها الجمهور الوطن العربي والجزائري أين الخلل وأين المشكلة الوزاية نايمة في العسل الوزارة الوزير الحديثة ترطب في البيت المحافظين ممكن حتى محافظة على مستوى هذه المهرجانات ماذا تنتظر الوزارة لتنظيم ووضع مخطط مخطط لإعادة الحياة الثقافية إلى هذه المهرجانات مجددا مجددا فقط هي قضية إرادة سياسية من طرف الوزارة لأن حكومة جديدة أوكي في الجزائر الجديدة وإحنا استفشرنا خيرا بهذه الجمهورية الجديدة أكيد والدليل على أننا رغم كل ما حدث نضمنا مهرجان مدغاسن السينمائي الذي أرز أصبح مرجع للتنظيم فبالتالي على الوزارة الوزارة الوصية أن تأخذ من مهرجان مدغاسن سبول وأسباب نجاح هذا المهرجان وتصبها في المهرجانات الأخرى المعتمدة لدى الوزارة لإعادة المهرجانات وإعادة الجمهور إلى القاعات في السينما وفي الغناء الفنانون اللي نعرفهم هنا والتواصل معهم باستمرار صدقيني راهم يعانوا من بطالة راهم يعانوا من بطالة إلى متى تبقى الوضع هكذا هذه نقطة مهمة جدا جدا لماذا رانا ندرسوا هذا الشيء لأنه فنانون يعانون من بطالة كل يوم رانا نشوفوا فنانين اللي راهم يرحلوا عنا للأسف رحمهم الله رحمهم الله ليعانوا من التهميش في السنوات الأخيرة لماذا لأنه مكاش يقول لك مكاش خدمة مكاش مهرجانات مكاش مكاش صناعة ربما سينمائية هذا شيء فقداته الجزائر في السنوات الأخيرة في الثلث سنوات الأخيرة يعني ما نحضره شخص منذ الحراك اللي هنا هل ربما نشوفوا أنه الدولة استثمرت كثيرا في السنوات الأخيرة في المهرجانات لكن دون حسيب أو رقيب هي مكاش الحسيب والرقيب في السنوات الماضية كانت الأموال متوفرة قتصب في حساب أي مهرجان ويجتمعوا في آخر لحظة وهي ننطلق المهرجان وهذا هو الخطأ الرئيسي في إخفاق العديد من المهرجانات وملقاوش النجاح عكسنا نحن نحن الطبع التاني من مهرجان المدغسل التي ستقام السنة القادمة في موعدها معص المقبل نعم ترتيب حاليا بدنا في الترتيبات لول بعد نهاية الطبعة الأولى بدنا نشتغل على الطبعة التانية وهذا سير من أسرار نجاح أي مهرجان أنهم تنضموش في آخر لحظة وتصب لك الوزارة الوصية الوصية وتصب لك الإعانة المالية باش تبدأ تشتغل في شهر تنضمي مهرجان مستحيل مستحقاً إذا كان ليه بعد عربي أو دولي مستحيل ما ميصنح كانت الإرادة موجودة على مستوى الوزارة في تحريك المياه الراكدة وإعادة الروح لأي مهرجان موجود ومعتمد في الوزارة أنها تتحرط من الآن تعيينها لأي محافظ في مهرجان تيمقاد أو جميلة أو وهران أو عن ناما ويبدأ ويشتغلوا من الآن لإعادة صورة الجزائر أي دولة رائدة في الصناعة السينمائية والدولة العربية الوحيدة الفائزة بالسعفة الذهبية في كان الدول تتمنى أنها تفوز بالسعفة الذهبية الجزائر في السبعينات ذات الجائزة بالتالي وعلى رأس الصناعة السينماتوغرافية مستشار رئيس الجمهورية اللي ممكن يقدم ما هو مطلوب منه لإعادة سيد أحمد راشتي أحمد راشتي هو ابن الميدان يعني ويعرف الميدان أحسن مشروع الحكومة فيما يخص الصناعة السينماتوغرافية مهم جدا وهذا يساعد أيضا المهرجان السينما المهرجانات الموجودة فيما يخص السينما لتحريك عجلة الصناعة السينماتوغرافية وبالتالي لما يكون مخرج أجنبي موجود في مهرجان إيمدغاس وتعجب المناطق الأتارية الموجودة أكيد سيكون عنده فكرة على المواقع ويقدر يصور الفيلم وتكون حركية ويكون رأس المال موجود لأنه حتى الصناعيين لما شافوا مهرجان إيمدغاس فآمنوا بالمهرجان ومستعدين لتقديم المساعدة وسنشارك الصناعيين وسيشاركون في تنظيم الطبعة الثانية لأنه شافوا النجاح إيمدغاس فبالتالي أعرفين بأنه ممكن تعود بالفائدة على الجميع من جراء تنظيم الطبعة الثانية إيمدغاس إن شاء الله سيد تعشيد هل يمكن ربما الاستعانة بالتجربة الأجنبية لكي ربما ننظم مهرجان ناجح مئة بالمئة والله صراحة عندنا كفاءات كبيرة في الجزائر وتقدر تنظم مهرجان الدولية ضخمة الاستعانة بهم بلك نحتاجهم في التعليف المتحم يقدمون الأفلام المتحم بيش نعرضوها لهنا ويشوفوها اللي جن تاعنا اللي حبوا يدخلوا لهذا الميدان يتفرجوا لي فيه المتحم تقنيات اللي عملوا بها بلك نستعينوا فيهم بطريقة وحدة أخرى في تكوينات في التكوينات الخاصة في المهل السينمائية التقنية نعطيك معلومة أنه هذا العامل طبعا اللي فات كان مبرمج أنه رح نجيبوا سينمائيين من البلدان المجاورة رح نساعدون في تكوين أكبر عدد ممكن من الشباب في المهل السينمائية ولكن يسأل حظ أنه مجال جوي مغلق نعم اضطرنا أنه نمد الفرصة للسينمائيين جزائريين تعنا حتى هما كفاءات ما شاء الله عليهم ولكن يبقى السينمائي من خارج جزائر عنده بلك لا تشتع الخاصة ليقدر يمد هالجان ونأطر أكبر عدد ممكن هذا في مجال نقدر ندخل الأجان بشي أطر نعم ختام إذن ختاما سيدا تفضل نحن كمحافظة قمنا بفتح موقع إلكتروني خاص خاص بمهرج المدغس السينمائي بإذن الله اليوم سيكون الافتتاح الرسمي سيقع لبلتفورم إرسال الأفلام عبر الموقع نتمنى من الشباب للمشاركة في هذا المهرج إن شاء الله ننضطني من فرصة في قناة النهار أولا نشكرك لأنك نفط الغبار عن قليل مما يحدث في الجزائر من هذا هي التقافة في غرفة الإنانس صراحة بالتالي لابد أن ورسائل الإعلام كل تتناول هذه الأزمة الموجودة وهو الغياب التقافي في الجزائر نحن نقتل من فرصة في قناة النهار أن نعلن نصميا الافتتاح بإراجان إيمدغاس السينمائي من خلال هذا الموقع الإلكتروني ستجنونه على المواقع الإلكترونية لإيمدغاس لبداية تشجيل ومشاركة المخرجين في الطبعة الثانية من المهرجان جميل جميل جدا مشكورين على الحضور سيد عبد الحميد بوحالة مكلف بالإعلام لدى المهرجانات السابقة وكذلك سيد عيسام تعشيت وهو محافظ مهرجان يعني ما شاء الله شاب على رأس مهرجاني بتوفيق إن شاء الله في طبعة المقبيلة شكرا لكم شكرا مشاهدين على كرم إذن بهذا نختم الموقع